اشتركوا في القناة منفصلي كل برج لحاله فنزلنا البرج لحاله طبعا احنا منحكي برج ومنحكي طالع فاللي طالعهم اسد بسمعه برجهم اسد بسمعه اللي طالعهم اي برج اخر تقريبا كل الحلقات صارت نازلة فعشان هيك بروح بسمع طالعه وبيقارن ما بين توقعات البرج والطالع وبطلع بالمضمون للفترة هاي كيف بتكون الاحداث او كيف بتسيطر عليه فترة الاسبوع هذه الامور طبعا بالنسبة للقمر بما انه موجود في الجوزاء من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم السبت رح يكون موجود في الجوزاء فعشان هيك الفترة هاي بتكون الها علاقة بالامور بالنشاط الاجتماعي وبتلتقوا الاصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد من احدهم اهم اشي انك ما تبقى وحيد حاول انك انت تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والاحداث وبتشارك بفاعلية اكثر خصوصا في الاوضاع الاجتماعية او اللقاءات من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في بيت متاعبكم اللي هو العلاقة ببرج السرطان او وجوده في برج السرطان عشان هيك بالفترة هاي بسيطر عليكم التعب وبيتحسوا بنوع من انواع الارهاق او التقلب المزاجي انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل او امور الها علاقة بالوضع الصحي زي تراجع صحي خلال هاي الفترة بتفشل اعمالك في حصد النجاحات يعني ممكن تتراجع بعض الاعمال ويخيب امالك برضو للتأجيل او لالغاء بعض الامور المهمة اللي انت بتكون تنتظرها او بتكون انت عازم عليها في اللحظات الاخيرة لالها وبرضو بما انه الكسوف راح يكون موجود بالسرطان وتراجع وطارد فبنصحك ما تدخل لأي مكان مجهول او ما بتعرف حد فيه وبدك تحضر تآمر بعض الاشخاص عليك بالخفاء من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود عندكم في الاسد عشان هيك بتبدأوا اليوم او الفترة هاي فترة افضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم المركزكم الاجتماعي بتوضح او بتقدر توضح عن وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك بشكل اكبر بتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر اساس لمشروع جديد او لفكرة جديدة بتمتلك في هاي الفترة او بتملك افكار باهرة وحلول مذهلة هاي يعني بتقدر تقول انه فترة او صفحة جديدة بتقدر تبداها من خلال هذا اليوم للفترة القادمة من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير في العذراء في بيتك بيت المال فعشان هيك بصير الاهتمامات كلها على الامور المالية او اغلبها على الامور المالية بس بالفترة هاي بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة ممكن تناقش موضوع مالي بالفترة هاي اهمش انك ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وقراءة العقود والاوراق يبل التوقيع عليها ما تبذر اموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود حدد اهدافك هاي الفترة ممكن تحمل نسب كبير منكو بعض المفاجآت المالية اللي ممكن تجيكو من عمل اضافي او مستردات مالية او نوع من انواع الهبات او الهدايا او المساعدات في هاي الفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا